قام محافظ سقطر أحمد عبدالله بن حمدون بزيارة تفقدية إلى ثنوية الزهراء للبنات في العاصمة حديبو والتقى واستمع إلى هم الصعوبات التي واجهت الثنوية خلال الفترة الماضية والمتطلبات الأساسية التي تحتاجها وأجار المحافظ إلى أن السلطة المحلية للعملية التعليمية اهتماما خاص لتحسين مخرجاتها وجودتها لنضمن مستقبل علمي أفضل لأبنائها طلاب الذين من خلالهم سنضمن مستقبلا زاهر للمحافظة لافتا إلى نثنوية زهراء للبنات من المدرس النموذجية في المحافظة التي تحرص السلطة المحلية على استمرارها في تمييزها وتدليل كافة الصعاب التي تواجهها